زريعة علي بالحاج ونفايات الربيع العربي ظهر لهم صوت بعد أن كانوا مختبئين إن كشفهم الناس بعد الربيع العربي والخراب الآن ظهروا وهذا مسكين كان يدعو لفلسطين فاحتجزوا يا يا سنب سؤال لكم والله بجدية ما زلتم على كذبكم ما تبتوش يعني على غيرار سلمان العودة سجنوه لأنه صلى على النبي وخالد الراشد سجنوه لأنه دافع على النبي ما زلتم تافعين حتى في تشويكم لمخالفكم فيها تفاعة السذاجة الآن سمعوا ماذا يقول الحمساوي ثم تعالوا لأعطيكم الخراصة مثل هؤلاء الذين ما فتوا أن يخرجوا علينا إلا بأحاديث والدعاء الدعاء لا يجدي نفعا إخوتنا في الجمهورية الإسلامية وفي حزب الله شركاء في هذه المعركة بتوجيهاتهم بدعمهم المالي والعسكري وعلى جميع المستويات لم يدخروا جهدا الحمساوي قال لكم لا نريد دعاءكم ويشكر من يسبون أمك عائشة رضي الله عنها هذا لو كنت رعى أمك يعني قالوا لكم لا نحتاج الدعاء الآن كنوا رجال وطبقوا ما سوف أقوله نحن رأيناكم في تركيا وبريطانيا وأمريكا وفي كل مكان الآن السفر لفلسطين بثلاثين دولار فقط والجزائريين خاصة وبصورة شمسية وجواز سفر سوف تجيب نفسك في فلسطين يلا روح جهد ولا تقول لي لا أملك سلاح بالسكاكين كل واحد يطعن لها جندي إسرائيلي وحولوا إسرائيل لدولة غير آمنة واليهودي طبع الجبان ولن يبقى فيها يهودي واحد هي يركب الطائرة وورينا محاولة تكليل الجهاد ولا تبرر ولا تتردد أنه كل ما يموت الفلسطيني بسكير تخرجون وإننا ونحن أنت لأننا ولا شيء ومجرد ترند تجالس في بيتك وتشاهد مسلسلات تركيا مع النساء باختصار أنا أعرفكم جيدا صدقني والله فلسطين عندكم مجرد ترند وفترة بسيطة وتنسون وتركبون ترند آخر